أردوغان يزور ليفيف الأوكرانية الخميس عنوان آخر ليني شفق إذن يزور الرئيس تركي رجب طيب أردوغان مدينة ليفيف الأوكرانية الخميس تلبية لدعوة من نظيره فولوديمير زيلانسكي وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان أن زيارة العمل التي سيقوم بها الرئيس أردوغان ستستغرق يوما واحدا ولفتت إلى أنه سيتم مستعراض العلاقات التركية الأوكرانية التي بلغت مستوى الشراكة الاستراتيجية بكافة أوجهها خلال لقاء الرئيسين أردوغان وزيلانسكي كما لفتت إلى أنه من المقرر إجراء لقاء ثلاثي يضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش والرئيسين أردوغان وزيلانسكي خلال الزيارة وسيتناول اللقاء الثلاثي سبل تعزيز أنشطة الآلية المشكلة لشحن الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية والخطوات التي يمكن الإقدام عليها من أجل إيجاد حل دبلوماسي لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا